رفقة بي رغبة ان اطير الى حبرون وان اقول لمولايا ابراهيم ان الله قد وفقني وهداني الى بيت اخيه ناحور وانني قد عدت بحفيدة اخيه رفقة لتكون زوجة لمن بشرت به الملائكة اسحاق اجل واما لمن بشرت به الملائكة يعقوب ان شاء الله لماذا لا يحضر اسحاق الى ارضنا هذه ارض اجداده الاولين لا بل يبقى هناك ليرث مشارق الارض ومغاربها مع اخيه اسماعيل يريثاني المال والكنوز والبيوت والانعام والشجر والعبيد لا اقد اصاني خليل الله ابراهيم ان اتصدق بكل ماله على الفقراء والمساكين فالانبياء لا تورث وكل ما يتركونه صدقا حتى لو تركوا القناطير المقمطرة من الذهب والفضة ان كل هذا لما متاع الحياة الدنيا ظل زائل وعرض فان ولكن اسماعيل واسحاق يريثان الكتابة والنبوة والحكمة يريثان النور الالهي الذي يستأهل به الانسان ان ينظر الله اليه ومن نظر الله اليه وجد كل شيء وربح كل شيء حتى الخلود في الجنة لقد اطلت عليك يا ابنيتي هيا اذهبني الى راحلتك هيا يا رجل هقو جمالكم ومر شهران منذ خرج الي عازر بقافلته الصغيرة الى حاران وراء الفرات الى محلة ناحور كانت الرحلة تستنفد شهرا في الذهاب وشهرا في الاياب وبدأ اسحاق يخرج الى الحقول ينتظر مقدم القافلة بالعروس المنتظرة وفي اصيل جميل رصعته الرحمة بآيات الجمال وكأنما تبرجت الارض والسماء لعرس ومهرجان ان شرح صدر اسحاق وخفق قلبه وخفق قلبه وهو يرفع عينيه الى الطريق فيرى القافلة لهاتف نفسه يقول انها العروس يا اسحاق يا مرحى من هذا الشاب المقبل للقائنا انه ابو يعقوب انه اسحاق ابن مولايا ابراهيم مولايا اسحاق هذه هي عروسك وزفت رفقة الى اسحاق في حفل بيتي كريم ووزعت الصدقات وعمرت خيام ابراهيم بالركع السجود شكرا لله على نعماه وقدم اسماعيل على خيام ابيه مهنئا بزفاف اخيه اسحاق ومعه امه وزوجه وطفلاه نابت وقيدار اشتركوا في القناة اعطى السبع ابن سماع مات راضيا مرضيا وصلى عليه خميل الله ايها البدوي العابر الينا من نهر الفرات ها عبري جئت اسلم لك المدينة فانا حاكم دمشق نائبا عن فرعون مصر سيدي هذه المناطق وما ادري كيف تفوقت بقافلتك المحدودة مهما كان عددها على حشود مدينة باسفها يقول ابراهيم ذلك بان النصر بيد الله يؤتيه من يشاء تسلم المدينة والقصر والتاج وسائر شارات الملك ودعني في مقابلي ذلك ارحل عن المدينة ومعي اهل بيتي سالمين لا احمل الا سناح المسافر ومتاع المسافر ولا ازيد يقول ابراهيم يا ايها الملك هل حسبتني اريد ان اعتني عرش مدينتك واكون جبارا من الجبارين فانا مواطيك من الموثق الذي اردت وممكنك قبل رحيلك من تحطيم الاصنام والاوثان التي في معابد المدينة واسواقها فتخير لي يا نبي الله وزرائي وبطانتي من اصحابك يقول ابراهيم هذا اللي عازر بمشقيه رجل امن بالله ورسوله وهو من سرات دمشق واعيان اهلها الي عازر تجلد ولا تغلق نفسك حزنا رحم الله السابع ابن سمان فقد كان عزيزا على قلوبنا ولكن ولكن هذا هو مصير كل حي يا رسول الله قطل الكفر بقرنه في دمشق بعد ان تركتها ورسل فرعون رجالا ليكونوا عيونا عليه وكان انترجس من كتابي ان اكون قد تبعتك ودخلت في دينك فاستخرت الله واشتريت اخرتي بدنياي وخلعت نفسي من الملك وجئت اليك راغبا الى ربي وها انا ذا اتبعك حيث تكون كاصغر عبد مسلم يتبعك لقد كان مؤمنا صادقا اللهم ارحم الساب عبد سماء واخفر له ولنا آمين إلي عاصر إن مولاتنا صار تطلبك لتزودها بنفقة حجتها وصدقاتها وهديها الى الكعبة أبى ثبيح الله اسماعيل وأمره هاجر أن يأخذ مسارة في رحلتها غيرهما حتى تعود الى حبره اللهم وافهما خير الجزاء عن هذا الوفاء لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لا شريك لك مرحبا بالقادم المحرم المعتمر مرحبا 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 بالقادم المحرم المعتمر مرحبا 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 أنا العيس بن إسحاق ابن خليل الرحمن إبراهيم أنا توأم يعقوب ولدت قبله وخرج ممسكا بعقبي مرحبا بأخينا وابن عمنا وأنا نابت أكبر أبناء إسماعيل ابن خليل الرحمن إبراهيم وأنا قيدار الذي يلي نابتا من أبناء إسماعيل وأنا الثالث بعدهما أدب إيل أي الذي أدبه الله وأنا الرابع مبسام وأنا مسمع ما شاء الله تبارك الله أي إخوة وأبناء عم بقية أصباط عمك إسماعيل يدرجون في الضار أصغرهم ابن عميل وقد تكاملنا 12 رجلا كما بشر الله آجر مرحبا بالعيص ابن إسحاق إنك أشبه امرئ بأبينا إسماعيل ويخيل إلي أنه كان على صورتك هذه في شبابه جلدا أيدا متأبدا لقد بلغتنا أخبار فروسيتك وحبك للتجوال في البرية منذ طفولاتي الباكرة تعلقت بعمي إسماعيل وأعجبت به منذ رأيته يقدم على جواده إلى حبرون ليزور جد إبراهيم فكنت ألتزم ولا أرخي عيني عنه وكلما عرفت من سيرته طرفا تعلقت به قيل أحب الصيد وهو بعد غلام صغير فخرجت مثله للصيد قيل هو أمهر من رمى بقوس فصرت بحمد الله أمهر أطرابي في الرماية قيل هو أول من روض الجيادة وساسها فصار همي أن أحسن ركوب الخيل لم يفتني من عمي إسماعيل إلا مهارته في الكتابة والقراءة يقولون هو ملتقى حضارتين على شدة بداوته وخشونة نشأته جمع كل من تهى إليه علم الإنسان في حضارة بابل عن طريق أبيه وكل من تهى إليه علم الإنسان في حضارة مصر عن طريق أمه إن جدتي هاجر تقول لي قد وعى أبوك مني في صغره ما نسيته أنا اليوم من علوم مصر وآدابها هذا هو ما فاتني من الشبه بعنم إسماعيل ليس هذا وحسب يا أخي رحمك الله إن إسماعيل رسول النبي فمن منه رسول النبي نعم صدقت يا مبسام صدقت يا مبسام الرسالة والنبوة فضل لا يدرك باجتهاد أو تحصيل ولكن الله يعلم أين يضع رسالته يا إخوتي لقد أطلنا وقوف ابن عمنا وهو قادم من سفره محرما للقدوم إلى البيت ألا أجلنا حديثنا حتى يطوف ويسعى ويحل ألا إن أخاكم قال خيرا ولكني لا أبرح مكاني حتى أخبركم بما جئت له إن جدي إبراهيم أمرني أن آتيكم فأخطب من عمي إسماعيل إحدى بناته فتزوجوني منكم وأقيم في بواديكم أما يعقوب فقد أرسله إسحاق أبي إلى حاران في محلة ناحور وراء الفرات ليخطب إحدى بنات خاله لبا ألا فكونوا شفعاي عند أبيكم فيما جئت له نعم الصهر أنت يا ابن عم أي زائد حوض وأي حام عشيرة نعم الكفء يا ابن من بشرت به الملائكة إني سعيد بصهرك وأن تقيم بيننا لقد أرسلك جدنا خليل الرحمن أفتحتاج إلى شفعاء هيا بنا هيا بنا وكان خليل الله قائما يصلي ولكنه شعر إنا لله وإنا إليه راجعون لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلنصبر ولنحتسب وأطرق خليل الرحمن وأحس بشطر حياته قد رحل عن هذه الدنيا وملأت الدموع عينيه وانحضرت إلى خديه وتساقطت من أقراف لحيته حتى بللت ثوبه يا لها من ذكريات تربطه بصارة وتشده إليها ذكريات بعيدة الغور تمتد نيفا ومئة كاملة من السنين ذكريات مليئة بالجهاد والإيمان والنور والبركة أتبكي يا رسول الله أما هل لم تفاد بأن الميت يعذب بكاء أهلك يقول إبراهيم إن الله لا يعذب ببكاء العين ولا بحزن القلب وإنما يعذب بما يقول اللسان أو يرحم أهول عليك يا خليل الله يقول إبراهيم يا صاحبي إنها خير العين تدمع والقلب يبكي ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا عليك يا سارة لمحزنون اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم منزلها وآتها ما وعدتها ولا تحرم نجرها ولا تفتنا بعدها ومن أحيته منا فأحييه على الإسلام ومن أمته منا فأمته على الإسلام ثم انتفت إلى أصحابه وقال مروا نساءها فليجهزنها وليسرعن فذلك خير يا نبي الله هنصنع صندوقا ونحفظ جسدها كما يفعل قومي المصريون بموتاهم أو نذهب إلى أور وندفنها إلى جوار أمك وأميها أو نرخل بها إلى حاران عند أهلك وابني أبيك يقول إبراهيم الأرض كلها لله بل تدفن هنا في حبرون حيث فاضت روحها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أمه هاجي لا بأس عليك أنا ما بك بكر إسماعيل وهؤلاء إخوتي وهؤلاء أبناء ورائي يلتمسوننا عوادك أنا قيدار يا أمه يعز علي فراقك ولكن الدنيا ظل نزال وأنا أدب إيل أبشري وأحسن الظمن بربك الرحيم الكريم أرأيتي كيف صدقك الوعد في الدنيا فأحياكي حتى رأيت من صلب إسماعيل اثني عشر رجلا لوعد الآخرة أبر وأصدق وأنا مبسام يا أمه نفعنا الله بدعائك الصالح وأنا مسماع خامس أحفادك موعدنا الجنة إن شاء الله وأنا دوم يا أمه إسماعيل وأنا حيضار أنجبت بالأنس وليدة أسميتها هاجر وأنا تيماء ابن إسماعيل أنا التاسع يا أمه بلغت مبلغ الرجال وتزوجت امرأتين وأنجبت ثلاثة بنيا وأنا وطير حبيبك لن أقطع دعائي لك ما حييت وأرجو أن أكون عملا صالحا توصلين به وأنا وأنا نفيس يا أم ذبيح الله أمه أنا قدمة أصغرهم أمه 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 لا تثقل عليها يا قدمة إن للموج سكرات لا يا أمه لا يا أمه إنها قبضت إنا لله وإنا إليه راجعون أمه 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 لقد نهينا عن ذلك قولوا مقالة جد إبراهيم حين قبضت سارة لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلنصبر ولنحتسب العين تدمع والقلب يبكي ولا نقول إلا ما يرضي ربنا ودخل إسماعيل ممتقعا فوجد أمه مسجاة فأخذت عيناه تذرفان ويقول لا إله إلا الله كلنا نموت والله وحده هو الحي الباقي إنا لله وإنا إليه راجعون تبكي عيني ويحزن قلبي ولا أقول إلا خيرا طبت يا أمه حية وميتا ثم التفت إلى زوج ابنته العيس بن إسحاق وقال له اذهب إلى حبرون فانع أمي إلى أبي